من الأشياء التي سوف تزيد من ألم المجتمع السوداني والمجتمع الاقليمي والمجتمع الدولي هو نفي وجود أي حالة من حالات الاقتصاب بينما تضج الأسافير بشهادات كثيرة لما تم من حالات اقتصاب أو حرق ليثث الشهداء وهذا الآن هذا التغرير يقتل الناجيات من الاقتصاب مرة أخرى كما أنه يقتل أسر من تم حرقهم أثناء المجزرة أيضا لم يتطرق التغرير إلى حالات المفقودين ونحن الإحصايات الأولية حتى الآن تشير إلى عدد 38 مفقود تم حصرهم بواسطة لجنة الأطباء النفسيين ولجنة الأطباء النفسيين عندهم اتيام تعمل في الأحياء مع لجان المقاومة ولجان الأحياء للوصول إلى أسر المفقودين وأيضا إلى تقديم الدعم النفسي لأسر المفقودين في عدة مراكز بما في ذلك جامعة الأحفاد ومركز الفنار وفي مستشفى طاهب عشر فهناك على الأغلى 38 مفقود لم يتم التطرق إليهم أبدا في هذا التغرير أيضا هناك محاولة في التغرير لتبرئة البعض فذكر في التغرير أن فض منطقة كولومبيا دور المجلس العسكري أنه أمر أنه بفضل منطقة كولومبيا فقط وبالتالي ليس لهم دور فيما حدث في منطقة الاحتصام وهذا التمييز بين منطقة كولومبيا وأرض الاحتصام أمام غر قوات الشعب المسلحة هو تمييز هلامي تمييز لا أساس جغرافي له كما يعلم الجميع فبالتالي نحن نعتقد أن هذا التغرير مرة أخرى يصب في الحاجة الماسة والضرورية إلى إصلاح المؤسسات العدلية في السودان بما في ذلك النائب العام حيث أننا نرى الآن أن النائب العام في هذا التغرير غد قام بعملية تغويض مباشرة لمجرى العدالة وهذه وحدها جريمة تستدعي التحقيق مع من قاموا بهذا التقرير ومن المفارغات أنهم يقولون أنهم حرصوا على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات ولا نعرف ما هي المعايير التي استند عليها لذلك نحن منذ البداية عندما قلنا أننا لن نوافق على هذه اللجنة لم يكن قرارنا هذا القرار من فراق لأننا نعلم تماما أن الأجهزة العدلية في السودان ما زالت تحت سيطرة المؤتمر الوطني ترجمة نانسي قنقر